الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه ونصره واتبع هداه وبعد قال الله تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله وقال جل وعز إنا كفيناك المستهزئين والله يعصمك من الناس اجتمعت الروابط العلمية والهيئات العلمائية التي زاد عددها عن سبعين رابطة وهيئة علمائية في مقدمتها الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام والاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ودار الإفتاء الليبية ودور الإفتاء في كثير من الدول العربية التي وقفت والدول الإسلامية التي شجبت ما قام به رموز في الحزب الحاكم في الهند تجاه النبي صلى الله عليه وسلم وأصدروا هذا البيان صدر عن العلماء ضد ما قام به المتحدث باسم حزب باراتيا جناتا الحاكم في الهند من إساءات لجناب النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وتعريض بأم المؤمنين الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها كما تابعوا انتفاضة الأمة بمكوناتها جميعا للدفاع عن عرض رسول الله وعن شخصه الشريف صلى الله عليه وسلم ورفض العلماء والهيئات هذه التصريحات الآثمة والمجرمة والتي من شأنها أن تحدث اضطرابا عالميا ما لم يقف لها العقلاء ويتخذوا تجاه الإجراءات المناسبة ليقف كل سفيه عند حده وإذ يرفض العلماء هذه الإساءات للنبي صلى الله عليه وسلم وينكرونها بأشد عبارات الإنكار كما يرفضون وينكرون الإساءة لأي نبي مرسل ولأي كتاب منزل ويؤكدون على الآتي أولا يقدر العلماء والروابط العلمائية ما قامت به بعض الدول المسلمة من مواقف مشرفة إنكارا لهذه الإساءات ويطالبونهم بالمزيد من الإجراءات المؤثرة رفضا لهذه التصرفات العابثة وغير المسؤولة وتحذيرا من مآلاتها الخطيرة ونضع هؤلاء جميعا أمام مسؤولياتهم أمام الله أولا ثم أمام النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعد أمام الأمة والتاريخ ونذكر الجميع أن الإجراءات السياسية والديبلوماسية والاقتصادية من قبل هذه الدول المسلمة لها التأثير إن حدثت وتتابعت ثانيا يحيي العلماء أمتهم المسلمة التي رفضت هذه الإساءات من علماء وروابط واتحادات وجمعيات ودور إفتاء وهيئات ومن قام على الحملات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي وكان في المقدمة شباب هذه الأمة الذين يعول عليهم كجيل للنصر المنشود حيث قامت الأمة ببعض الواجب وبأضعف الإيمان تجاه رسولنا صلى الله عليه وسلم من إنكار المنكر باللسان وبالقلم وبالكتابة كوسيلة من الوسائل الشرعية لإنكار المنكر والأمر بالمعروف ثالثا يطالب العلماء الحكومة الهندية بالاعتزار الرسمي الصريح الواضح عن هذه الإساءات واتخاذ إجراء مناسب قبل من قام بهذه الجريمة وباحترام المسلمين في الهند والكف عن التضييق عليهم في شعائرهم وفي معاملاتهم وفي حياتهم إذ يشكلون عددا ليس بالقليل إذ تقارب النسبة ما يصل إلى 20% من عدد سكان الهند ونذكر أهل الهند بأن الإسلام دخل إلى بلادهم مبكرا وطواعية بالأخلاق السامية التي هي من صميم هذا الدين وظل الإسلام يحكم الهند زهاء ثمانية قرون رابعا يطالب العلماء الموقعون على هذا البيان منظمة التعاون الإسلامي أن تدعو لعقد قمة عاجلة تناقش فيها هذه الإساءات وتوصي إلى وضع قانون ترفعه إلى الجهات الدولية المعنية لتجريم هذه التصرفات التي تتوالى وأصبحت بوتيرة متصلة مع التوصية والإلزام بوضع عقوبات ناجزة لمن يقوم بذلك وهذا أمر موجود تجاه ديانات ومؤسسات أخرى حتى يردع كل من تسول له نفسه من فرد أو جهة أو حزب أو حكومة يسيء إلى أي نبي مرسل أو إلى أي كتاب منزل خامسا ندعو إخواننا العلماء والدعاء والخطباء في كافة مشارق العالم في مشارق الأرض ومغاربها لأن تكون الجمعة القادمة وأن تكون المنابر صادعة بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن ينكروا هذا المنكر وأن يرفعوا أصواتهم إلى حكوماتهم وإلى دولهم لبيان مواقفهم الجادة من نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكون الجمعة القادمة هي جمعة الغضب وجمعة النصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم سادسا يدعو العلماء جماهير الأمة العربية والإسلامية في كل بلاد الدنيا أن ينظموا وقفات احتجاجية أمام السفارات والقنصليات الهندية في كل بقاء الدنيا رفضا لهذه الإساءة التي مست قلب كل مسلم وتعرضت لنا في نبينا صلى الله عليه وسلم وأن تقدم إلى هذه السفارات طلبات من كل المسلمين بالتراجع والاعتذار من قبل الحكومة الهندية عما اقترفته بشأن خير البرية صلى الله عليه وسلم سابعا يدعو العلماء الإعلاميين والسياسيين والكتاب والمفكرين وعموم شباب الأمة الذين أبلوا بلاءً حسناً على وسائل التواصل الاجتماعي أن يستمروا في هذه الحملة الإعلامية فإن الإعلام هو المدفعية الثقيلة والسلاح الأشهر والأقوى في العالم وعدم التوقف حتى تنجز هذه المطالب وفي مقدمتها الاعتذار الرسمي وحفظ حقوق المسلمين في الهند وكما كان وسم إلا رسول الله يا مودي وغضبت المليار لرسول الله صلى الله عليه وسلم نتمنى أن يستمر التدوين على وسم جمعة نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وأن يستمر التغريد فهذا أقل القليل لنصرة الحبيب صلى الله عليه وسلم والعلماء بعدما سبق يؤكدون أننا لازلنا وسنظل مرابطين على ثغور حماية الجناب النبوي الشريف والوقوف بقوة أمام أي إساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولأين نبي من الأنبياء وسنظل نرفع الصوت عاليا ونقدم ما في أيدينا حتى يوضع الحد اللازم لهذه المنكرات التي تتكرر بين فينة وأخرى إذ لا يتحمل العالم هذه الاضطرابات في ظل ما تموج به الدنيا من حروب ومن خلافات وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدر هذا البيان عن أكثر من سبعين رابطة وهيئة ومؤسسة علمائية في العالم الإسلامي في مدينة أسطنبول في تركيا التاسع منذ القعدة من عام الف واربعمائة وثلاثة واربعين لهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الموافق الثامن من الشهر السادس من عام الفين واثنين وعشرين وفي ختام هذا البيان وفي ختام هذا البيان نهيب بكل المسلمين الاستمرار في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب التفعيل الفعلي والخطوات العملية لهذه الإجراءات تعلن الهيئة العالمية لنصرة نبي الإسلام عن إطلاق وقف أنصار النبي لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تكون الهبات هبات موسمية أو الأعمال أعمال وقتية إنما نقف على باب النصرة لإن فاتنا فضل الهجرة لا يفوتنا شرف النصرة والله تبارك وتعالى قد فتح لنا هذا الباب فطوبى لمن ولجأ منه شرفنا الله جميعا وإياكم بنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته